ما فائدة حدبة الجمل السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ما فائدة حدبة الجمل هذه الحدبة الواضحة المميزة لظهر الجمل تمثل في الحقيقة مخزنا متنقلا لإمداد الجمل بالغداء والماء ما تعاز علي الحصول على الزاد فهي تحتوي على تنمية وفيرة من الدهن التي يستمد منها الجمل غذاو إذا ما طال الصفر به كما يمتن لجسم الجمل من خلال قيامه ببعض العمليات التميائية المميزة تحويل جزء من هذه الدهن إلى ماء وهذا ما يفسر لنا سبب مقدرة الجمل الفذة على تحمل الصفر لمدة تصل إلى 17 يوما دون تناول أي ماء ولا طعام وهنا تبصف عما نوعا من الجمال أحدهما يتميز بحدبة واحدة وهو الجمل العربي والآخر يتميز بوجود حدبتين وهو الجمل الآسيوي ولذا فإن هذا النوع الثاني يعد أرثر احتمالا للعطش والجوع عن الجمل العربي وقد واهب الله تعالى للجمل خصائص أخرى تجعله يصبر على الجوع والعطش فالجمل مثلا يمتن أن يتلبي شهية العديد من النباتات الشائطة أو المرة التي لا يمتن لتأثي من الحيوانات غيره أن تطيط تناولها تما يتميز جسم الجمل بصورة طبيعية خلطية بأنه يمتن أن يفقد تنمية بير من الماء الموجود بجسمه حتى حد الجفاف ومع ذلك يستطيع مواصلة الصفر والترحال وهي ميزة لا تتوافر للإنسان ولا غيره من التعينات الأخرى ولذا أطلق عليه اسم سفينة الصحراء ولو لاحظنا طريقة عدو الجمل لوجدناها أشبه بالمشي السريع وهذه الميزة ذلك تجعله أرثر ادخارا للطاقة مما يمتنه من تحمل المجهود والنشاط الزايد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد المترجم للقناة